تشكل عمالة الأطفال في العراق حالة من التراجع الإنساني والأخلاقي والتربوي وبالرغم من وجود الكثير من الإمكانيات والثروات التي تحيط بهذا البلد إلا أن كل ذلك لم يخفف من حدة هذه الظاهرة التي باتت تشاهد بشكل يومي في مجالات ومناطق مختلفة من العراق وأنا ما عنده معين وأنا طالب مدرسة صاف سادس وما عنده معين لهنا وإني أدريت تركت المدرسة وابتجهت الحياة الصناعية داعين أهلي وما عندي أخوة أطفال من عندي وتعويض ماكو وفلوس ماكو كل شي ما عندنا تنتشر عمالة الأطفال في محافظات العراق كافة وتنقسم ضمن مجالات وأشكال مختلفة بدءا بمكبات النفايات التي يتوجه إليها الكثير من الأطفال بحثا عن القطع المستهلكة من أجل إعادة تصنيعها وليس انتهاءا بالورش الصناعية التي تفتقد إلى الدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية المعنية بظاهرة عمل الأطفال جئت عفت مدرستي وجئت أشتقل بحي الصناعي ويا أستادي أنا مودة ساعدة هنة أنا مودة ساعدة هنة إحنا حالتنا فقيرين وحالتنا تعبانة مر رجعنا لقيدنا ببيتنا واقع يعني شنون إحنا خلو ما نخلل النسوان تشتقل طبعا إحنا الأطفال نطبع نشتقل هنة يعني ما يقدرون أبويا تعبان حل مخاطر ظاهرة عمالة الأطفال وأثارها على المجتمع العراقي لا تقتصر على طبيعة الاستغلال الاقتصادي والمادي للطفولة العراقية وتركها من دون تربية وتعليم واندماج مجتمعي فحسب بل يضاف إليها ما هو أخطر وهو تأبيد عناصر الفساد السياسي للطبقة الحاكمة من خلال وجود أعداد كبيرة من الأطفال دون تعليم وتربية حقيقية تركت الدراسة بصفة توسط عيدة كمل بس الظروف ما سمحت له لأن عدنا ظروف عالية والله أشوف أصدقائي يكملون واصلا مرحلة واني يعني بالصناعة ليش ما قارن؟ قاه رحيل مراقبون يرون أنه يمكن الحد من الظاهرة بتشريع قوانين جديدة تحمي الطفولة في العراق من الاستغلال وتفعيل قوانين محاسبة الأسر التي تقوم بتشغيل أطفالها وإشراك وزارة التربية ضمن أدوار أساسية تشمل التوعية والمتابعة بالنسبة للأهالي والأطفال الذين يتركون الدراسة لكنهم يرون في الوقت نفسه أن ذلك لن يتحقق في العراق على الأقل في المدى المنظور فكلما ارتفعت نسبة الأمية في هذا البلد كلما تمكنت السياسة من استغلال المجتمع وإبقائه ضمن حالات مختلفة من الجهل والتخلف ترجمة نانسي قنقر شكرا